شديدينة دلوقتي نتيب حضرتكم مع أبو جزد أهم وآخر الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكراً فاسند التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم فاشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا وذلك غدا تنتهاء العمل بهذه الآلية وكانت سويسرا والبرازيل قد اقترحتا تنديد الآلية لمدة 12 شهراً إلا أن روسيا استخدمت حق النقد أو الفيتو لإحباط مشروع القرار المعدل الذي حصل على موافقة 13 عضواً فيما امتنعت الصين عن التصويت عليه كما رفض المجلس بغالبية عشرة أصوات مقترحاً بديلاً قدمته روسيا ينص على تنديد الآلية لستة أشهر قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوان بحث الأولويات الدفاعية والاقتصادية خلال اللقاء مع لها مش قمة حلف شمال الأطلنطي في لتوانيا وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين بحث أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعمهما المستمر لأوكرانيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في بحر إلا قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبيتسيا إن الجزء المتعلق بتصدير الأسمدة الروسية ضمن صفقة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم ينفذ خلال تصريحات صحفية رداً على سؤال بشأن آفاق تمديد صفقة الحبوب أضاف نبيتسيا أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ مشيراً إلى أن روسيا كانت تتحدث عن ذلك على مدار العام على الرغم من كل جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام شخصياً أعلنت السلطات في مدغشقر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في دورتها الأولى في نوفمبر القادم وقالت حكومة مدغشقر أن رئيس الحكومة كريستيان نتساي سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في التاسع من نوفمبر للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية مضيفة أنه إذا لم يفز أحد من المرشحين في الدورة الأولى فستجرى دورة ثانية في العشرين من ديسمبر القادم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فيرمنت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب جاءت هذه الخطوة بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مومبليه قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيد هذا ولم ترد على الفور تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جراء الأمطار التي قال مسؤولون إنها تسببت في فيضانات في وسط مومبليه قالت الحكومة المغربية إن الخطوط الملكية المملوكة للدولة تعتزم مضاعفة أسطولها بأربعة مرات من خمسين طائرة حاليا إلى مئتي طائرة بحلول عام 2037 لتلبية الطلب المتزايد وأوضحت الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عزيز خنوش والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عد الحميد عدو وقع اتفاقا لزيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل نمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل و3.3% هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات وأضافت المندوبية أن تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ارتفاعا من 4.8% في العام الجاري مشيرة إلى أن التضخم السنوي سينخفض من 2.8% من 10% في 2023 إلى 1.8% من 10% في 2024 فاز اسموح على ضيفه انبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدول الممتاز بهذا الفوز رفع اسموح رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد انبي عند 42 نقطة في المركز الرابع انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر